ولأن قائمة المعالجات وأرقامها مرتبطة هي الأخرى بحركة رأس المال أكد مدير زراعة واسط أركان الشمري إقرار الخطة الزراعية للموسم الصيفي في محافظة واسط من قبل لجنة المشتركة من وزارتي الزراعة والري بمساحة 120 ألف دنوب شملت الخطة زراعة الذور البيضاء والصفراء ومحاصيل الخضار الصيفية لكنها حرمت المحافظة من زراعة محصول الشلب في إشارة إلى حاجته لكميات كبيرة من المياه لا يمكن تأمينها بالظروف الحالية الشمري أوضح أن أغلب مزارعي واسط يمتهنون زراعة الشلب وبإنتاج وصل إلى 30 ألف طن وبجودة عالية